السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم محمد حدايدي من قناة شرحات الايفون لو انت عندك جهاز ماك انا انصحك بشراء هذا البرنامج اللي هو اسمه كلين ماي ماك ثري طبعا البرنامج جدا خرافي البرنامج بيسرع لك جهازك بشكل مو طبيعي بيحذف لك ملفات انت يعني ما تقدر تشوفها غير لمن هو يطلق لك هي يعني انت لو بتشوفك لو بتدور لها بتتعب عليها بحطر لكم رابط الشراء اسفل مقطع الشرح يعني بتدخل على الموقع هذا الموقع الرسمي تابعه بيكون عندك مثلا هذا الاجهاز واحد هذا الاجهازين هذا الخمس اجهزة بتضغط شراء وبتكمل لو عندك فيزا بتكمل عادي جدا طبعا البرنامج خلينا نشرحه مع بعض لازم تكون مقفل كل البرامج او كل الصفحات عندك لو ضغطنا على البرنامج وفتحناه الان بيوريك كيف كل مرة تسوي فيها مسح بيوفر لك مساحة عندك بالجهاز بيفتح معك بهذا الشكل بتسوي له سكان طبعا انا اسويها مرة يوميا شوف الى الان هو مطلع لك عشرة جيجة حيحذفه طبعا عشرة جيجة هادي تقريبا يعني بيقول لي هذا الان بيسوي بحث في السيستم جنك اللي هي الملفات المؤقتة اللي هو لما بتفتح سفاريا لما بتفتح عندك برنامج مثلا تويتر لما بتفتح فيديوهات في اللي هي ملفات الكاتش يعني لا تخافه وما بيحذف من الملفات الاساسية او الاصلية من الجهاز يعني الصور الفيديوهات الاشياء هذي ما بيحذفها الان راح لبرنامج الصور لبرنامج الايميل للايتونز سلة المحذوفات هنا عندك الخيار اللي هي ملفات الا ضخمة او القديمة اللي انت ما تحتم مثلا من سنة او سنتين طبعا انا شايل الخيار عن هذا الملف لانه في اوقات ملفات انا ما فتحتها مثلا من سنتين لكن في نفس الوقت ابغاها ما تكون محذوفة طلع لك هنا الخيارات تقريبا 19 جيجا او 20 جيجا هيهذفها من جهازك لو انت حابب تتأكد ممكن تخش مثلا على التفاصيل بيوريك هنا الشياء اللي بالضبط هيهذفها فاحنا نرجع عند الاول ونسوي clean اشتركوا في القناة الان خلص خلاص نقفل البرنامج مميزة البرنامج برضو بيجي فوق ممكن تسوي للميموري نسرع الرامات الآن هو يعني جالس خلاص خلاص اللي هو فضل الذاكرة العشوائية للرام صار عندك انا عندي ثمانية جيجا الرام صار الآن فاضي تقريبا 4 جيجا يعني نص ان شاء الله يكون اشهر حوافي جدا انصح بهذا البرنامج وصدقني جدا مفيد ويستاهل كل الفلوس اللي بندفع فيه يعطيكم العافية لا تنسونا بالسبسكرايب واللايك على المقطع اشتركوا في القناة